صباح الخير صباح النور نتمنى تكونوا بألف صحة وسعادة حلقة اليوم سنرى سلطة مغربية ولكن بحلة جديدة سلطة مغربية تقدروا تقدموا الضيوف بحلقة حضرت معكم عدة سلطات بالنسبة للناس اللي بغايت سلطات يا اما بالكينوى يا اما بايبلي حضرت معكم بالفغميسال لشكل بسطيلة حضرت معكم كذلك بالخضار الممكن تشكيله من السلطات للضيوف سنضع لكم الروابط كلهم في صندوق الوصف اللي بغاهم يدخل يتفرج فيهم اما اليوم فبغيت ان نرد الاعتبار السلطة المغربية دائما كنضعها كنعطلها جنيبة الطبلة اليوم بغيت نضعها في الوسط تكون سلطة هي اساسية ونعرف احد الناس اذا كانوا هنا اجانب على السلطة المغربية في حلة راقية اكيد اذا كنت تعجبكم القناة فما تنسوش تضغطوا على الزر لايك لكي شجعني ان نعطي المزيد ضغط على الزر سابوني بالنسبة للناس الغير مشتركة وتفعيل الجرس اول حاجة تحذير ذلك الناس كلها تعرف تحضروا ولكن كل واحد يحضروا بطريقته الخاصة به هنا عندي كيلو دي الدنجال او البادنجال اللي قسمته الى نصفين خليت هكذا سكين وكان قد فيه بحلق شريطاء او مربعات بحل هكذا اختياري او مل احسن اذا كان لديكم شوية اعشاب المناسمة اما كذا خليط كيتباع انا كناخدو ديكرو اما واحد من الاعشاب اما شوية الزعتار اما شوية الزعتار اما شوية الزعتار اما ما غير يشكي اعطي واحد المدق زوين لها داك الدنجال كنرشع اليه بحلقة غير شي شوية واكيد غاد يندخلو الفرن فغاد يزيد له شوية زيت زيتون من فوق باش غاد ياخدو حد اللون زوين وغايجي بحلق يتعسل كندير كيميا كافية دي زيت زيتون هكذا ميجيونيش ناشفين ويجير طبوبنين ومن بعد فغاد الفرن عندي مسخن مسبقا على 180 درجة كنخليهم حتى كتشوفوا ان الشكل ديالهم بحلقة كده كيرجعوا رطبين بحل المخ فاخليهم المدة الكافية بنسبة المدة من قدش نعطيكم حسب الحجم ديال البادنجان سوفيو كنفرغ بحلقة كده كناخد ذاك اللوب كامل السوس اللي غاد مشي معاه هي كيلو الى ربع من الطماطم كيلو ديال البادنجان كيمشي معاه كيلو الى ربع ديال الطماطم اللي قشرتها زودت من البذور اللي الداخل وقطعتها مربعات فالصين كبار من التوم يكونوا محكوكين ملعقة كبيرة من مراكز الطماطم ملعقة كبيرة من الخل او من عصر الحامض ملعقة صغيرة من الفلفل الاحمر نس ملعقة من الفلفل الحار نس ملعقة من الكمون الملح حسب الضوق و شوية من الكوزبرة الخضراء و من البقدونيس يكونوا بخلطة واحد ملعقة كبيرة ما بيناتهم بزوج هناي غادي ناخدوا هذا المقلة كبيرة شوية حتي تفيها نسو كأس العنبة او نسو كأس شاي ايا كان عندكم عمرته بزيت الزيتون حتي تب حالا كده سخنات غير شوية هذيك زيت ما تخليوهاش تعتى هذيك الريحة خيبة المقلة هي اللي كان سخن في الاول ومن بعد كنضيف هذيك زيت الزيتون طماطم والتوابل اللي سبق وذكرت معكم الملحة ملعقة صغيرة من الفلفل الاحمر الفلفل الحار الكمون نصف ملعقة و الملحة اكيد حسب الضوق ضفت هنا يا التوم حيث الفسطين من التوم او ثلاثة اذا كانوا نفسه الصغار ملعقة كبيرة من مراكز الثماطم و غادي نخلط هذي المكونات كلها مع بعضياته غير كتتقلى عندي هذيك ما تيشافها كنزيد هنا واحد نصف كأس شاي نفس الحاجة من الماء هذي المرة باش نخلي ما طيشها تطيب وترتاب اليوم تعطين واحد الصوس اللي كتكون رطبة و معلكة غادي نغطي ونمهل تكون نار هادئة جدا نخليها حتى كتنشوف بحلا كده ومن بعد كنحركها اذا عندكم البخيس بيو غير اكيد من الاحسن انكم تستعملوها اذا ما كانش عندكم تقدروا تضرب واحد تحطوها في شئيناء اللي يكون غارق تضرب واحد ثلاثة ضريبات ديال الميكسوق بلانجون وكترجعوها عاو تاني غير كتشرب وكتتعلك عاو تاني بخيس بيو غير من الاحسن انكم تشريوا بديال بلاستيك باش ما يجرحش لكم المقلاء اذا كانت عندكم نوعية جيدة من بعد ما بخيسيت هذي كالطماطم عاودت شحارتها شوية حتى تقلت وغا تنضيف هنا هذا الدنجال اللي سبق وحمرته في الفران هنا را نزيد واحد الفص من الثوم اضافي يكون غير صغير كنزيده هنا يامل كنزيد الدنجال باش ينكه ليا هذا الدنجال وكتبقى ديك نكهة واضحة من بعد الضفت معلقة كبيرة من القزبور ومع الدنوس وكتبقى على النار اللي تكون عالية كنحمر في هذا المكونات كاملين حتى يتقلالي هذا الدنجال كامل ما كيجيش هذيك زالو كمية كيجي معلك وكيجي بنين من بعد انا هنا را نزيد شوية زيت زيتون اللي انا احتاجت شوية زيت باش كي تقلاليه مزيان صافي كتشوفوا انا المقلاء ما فيهاش اي سوائي نهائيا وفي الاخير كنضيف معلقة كبيرة يا اما من الخل يا اما من عصير الحامض اللي بغيتو كنخلطها كده تخليطها اخيرة وصافي غا تفاعله سرطة الثانية حتى هي من اشهر السرطات اللي هي تكتوكا او شكشوكا في بعض الدول كاي طولها المهم حدرت نفس الطماطم او سلسة الطماطم اللي حدرت بالنسبة زالوك اذا كنتو غا توجدوهم في نفس اليوم بزوجهم فكتديروا كيلو ونص دي الطماطم كتحضروا سلسة كبيرة وكتقسموها الى اتنين انا هنا مبغيش نتلفكم دكشي علاش كل وصفة مشيت مع المقادر ديالها فهنا كذلك عندي كيلو الا ربع ديال الطماطم اللي حدرتها بنفس الطريقة اللي حدرت بها هنا عندي كيلو من الفلفل اخضر احمر خلطت انا ذيك اللي لقيته خلطته المهم يكون عندي كيلو بنيت بالي انا شوي توفوق من فوق من الغاز او فوق من البوطة كي عجبين ذاك الماداق ديال الدخان يكون فيهم تقدروا تحطوهم غير هاكده كصحة تدخلهم الفرن على 180 درجة وتخليوهم احتكي طيبو اذا ما بغيتوش هذيك الريحة ديال الدخان من بعد كتحطوها في كيس من البلاستيك وكنقشروها وكنققوها وكنقطعوها مربعات او هاكده طويلا كيف ما عجبكم كتقطعوها حتيتها فوق صفاياء باش يزول منها هذك الماء اللي فيها كامل ومن بعد فا غادي نضيف معاها ثلاثة ديال فصوصة ديال التومة محكوكين معلقة كبيرة من البقدونيس هنا ما كنستعملوش القزبور نهائيا معلقة صغيرة مملوئة جيدا من الفلفل الاحمر نصف ملعقة من الحار نصف ملعقة من الفلفل الاسود الملح حسب الضوق ونصف كأس من زيت الزيتون وتكتوكا ما كنستعملوش فيها نهائيا الكمون من بعد فا هنا يحطت واحد مقلات كبيرة شي شوية من الاحسن تسخن من بعد ضفت لها واحد نصف كاس ديال الزيت زيت زيت الزيتون وهنا يا زيت هادك الفلفل اللي قطعتو انا نوريكم هنا يا رات سقطر كيزول منه هذك السوائل كامل اللي فيه سوف نزيد ثلاثة ديال فو صوص ديال التوم ومن بعد الفلفل الاسود الحار الفلفل الاحمر والملحة سوف نضيفهم بحلقة ده ونخلط هذه المكونات كاملين ونخلي هذك الفلفل كتتعسل وكتشرب هذك النكهات كلهم على الطريقة هذي غتعطيكم واحد تكتوك اللي كتجيبنينا ماشي بحل اذا خلطنا الفلفل بحلقة ده معه ماتيشا من الاول فخلي واحدة كتتعسل ما كيبقاش فيها اي سوائل كتشوفو غير هذك الزيت اللي كتتقلى فيها وعاد من بعد كتضيفو هذك سلسلة الثماطم اللي حضرناها من قبل وعاد غادي نخلط هذك المكونات كلهم مع بعضياتهم فهذه المرحلة هذي من اللي احسن اننا نقصو النار نخلي ولا نار هادئة باش تشرب هذيك سلسلة الثماطم انك هات كاملين من الفلفل حتى كتشوفو نفس الشي انه هذيك الصوس ديالكم تعلقات سافيه بالنسبة اللي اعطيها سلازم زيان كتشاهي كيف ما كتشوفو غادي نضيف لها معلقة كبيرة من البقدونيس غادي نطفي سافي البقدونيس نضيفو في الاخير سوف نحرك تحريكه اخيره سافي وهي الصوس ديالي واجده او الصلطة ديالي واجده دائما مني كتضيفو البقدونيس في الاخير كيعطي واحد المادرق اللي كيكون فخي وكيكون زوين بزاف سوف نخليها تبرد على جانبا مع الصلطة الاخرى ودوزول تحضير الصلطة الثالثة الصلطة الثالثة هي القرعة الحمراء مع السلاء وخليكم معي حتى الناس اللي ما كتعجبهم مش غادي نعطيكم طريقة اللي كتجي بنينا بزاف انا استعملت هذه القرعة هذه تقدروا تستعملو اي وحدة كتفضلوها او المتوفرة عندكم انا هذه كان حماق عليها فهي اللي استعملتها زولت منها الفوق انا كان فيها كيلو ونصد قريبا فزولت الفوق وعبرت لقيت كيلو هنا استعملت غير كيلو من الاحسن صراحة انكم تستعملوها كاملة كيلو ونصد لانا جاتني الكمية قليلة فاستعملو كيلو ونصد انا هنا هنتبع معكم على حساب كيلو قطعتها بحلقة دا الى نصفين انا كنوريكم راها شوية كتجي صعيبة في تقطاع ولكن راها من بعد سافي كتسهال معكم اني كتقطعها لاربعة من اللي احسن انكم تاخدوا اكيد وحدة كبيرة لانكم تاخدوا زوج صغر لان هذه اللا باقتي اللي كتكون الفوق غليضة هي اللي كيكون فيها اكتر نسبة دي اللحم اللي كتكون عامرة اما التحت فكيكون خاوي كيف ما كتشوفو خديت سكين اخر اللي كيكون رقيق وكنزول بحلقة دا ما تحاولوش تكشروا بحالي كنقشروا بطاطا لانا غتجرحوا يديكم راكتكون قاسحة شوية ومن بعد هنا كنقطع نصف سنتيم متر تقريبا نحاول انهم يكونوا قد بعضياتهم باش ياخدوا نفس التسوية واكيد راه نفس الطريقة اذا استعملتوا القرع الحمرة العادية اللي كنستعملوا في كسكسو احتى هي احتى ذي كنستعملها في كسكسو كجبنينة بالسف ضفت هنا الملحة ضروري من الملحة باش جيكم زوينة وضفت كذلك ملعقة كبيرة يكونوا مملوئين جيدا من الزبدة الزبدة هي اللي كتعطيها مضاق زوين فمشج معرق كونه اعمرين عدوا بتم من بعد صفي خلط المكونات كلهم مع بعضياتهم باش كتلبس هذه القرع الحمرة الزبدة والملحة هنا اخديت زوج جيل تراف ديال بابيا الليمينيوم وضفت كذلك ورق الخبز من الواسط غير ورقة واحدة كنفرغ هذه القرعه كلها مع بعضيك الزبدة كنحاول اذا بقت شي زبدة الفوق ننزلها احتى هي غادي نقض هكذا ونبسط الكمية كاملة من بعد فاكن السمت ثلاثة ديالعويدات القرفاغي صغار او جوج ايدا كانوا كبار زوج جيل القشيرات ديالليمون ناخدوا غير جيلة او برتقالية لا ناخدوا جيلة البيضاء لانها تكون مرة من الاحسن لا تضيفوش هنا القرفاء غبراء غير هاد المناسمات كتبنينا بثاف القرفاء عواد وقشرة الليمون غير قشرة الليمون غير قشرة بحال كده جوج جيل القشيرات ومن بعد كنصد كما كتشوفوا على شكل بابيوت كانت نيء وكان قد سنزيد واحد الوريقة اخرى ديالليمونيوم من الفوق ونصد ونفس الحاجة دائما الخضر اذا كانت مسلوقة او اذا كانت مفورة ما كتعطيش ماداق زوين فكي ما جلتوا انا هنا درتها في البابيوت وغادي ندخلها كالطيب كتبقى فيها النكهة كاملة اللي كانت فيها في الاول وكتزيد يتعزز هاداك الماداق انا خدت مني نصف ساعة بالضبط على مائتين درجة كان الفورن مصخن مسبقا بعشرة دقائق على مائتين درجة خدت نصف ساعة لا اكتر وايلا غتحرق فما تحاولوش انكم تضيفوا في هذه المرحلة الاولى سكار او العسل اللي انا غتتحرق ليكم شفت على انها ارتباء كان معسى بحلق ذا عادي مفيهاش اي سوائل مع اسلاف هذه الزبدة ديالها سافي غادي نسخن واحد المقلة وغادي نضيف لها واحد ثلاثة المعالق بار هاد المره ديال زيت وغادي ننزل هذه القرعة كاملة من بعد ما زولت منها القرفاء والقشور ديالليمون هنا ضروري كان بقى وقفة عليها النار تكون عالية شوية ونبقى ونزول من السوائل اللي كانوا بقوا فيها راكم الشتوف اللي كانت تغير بذيك الزبدة ولكن مني كتبداو 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 بحلق ذا ينزلوا احد السوائل اللي كانوا باقين سنضيف بالنسبة الكيلو ملعقتان كبيرتان من العسل تقدروا تضيفوا ملعقتان كبيرتان من السكر نفس الحاجة بالنسبة الناس اللي بغايتش حاجة صحية فالعسل يبقى احسن العسل يكون انك هذه الخفيفة بحل عسل البرتقال لوكاليبتوس او عسل الازهار ما يكون شي عسل لانك هذه القوية ما غاديش يجيزوين سوف نكمل ببخيس بيوغي بشتنا نتيجة اللي تكون احسن تقدروا تستعملوا فرشيطاء او الشوكاء غير الضلباء اذا كانت عندكم كاسرول او مقلة لزوينة فاخدوا هاد الخليط حطوه في شي تبصيل ومعسوه بالفرشيطاء عادة رجعوه مرة اخرى هكذا ما تجرحوش لمقلة ديالكم سافي هنا ولات عندي بحلقة ده كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها ما تبالغوش خليوا غير هكذا غادي نخليها فوق النار لتكون متوسطة او عالية حتى تشوفوا انها انشفات من بعد ما كتنشف فكنضيف هنا ملعقة كبيرة من ماء الزهر راح احطيت لكم حلقة كيفاش تختاروا ماء الزهر اللي كيمشي مع الماكلة وكي يجي بنين باش ما تقولوش لي ما كيعجبناش ماء الزهر وهنا غادي نضيف ملعقتان كبيرتان من الحامض ضروري من هاد الحامض هو اللي كيعطى الماضاق وكي تجي بنينه ما كجيش باسلة ثاني حاجة اللي انا كندوقها عند بزاف ديالناس وكتجيني هاد زعلوك او القرعة مع اسلة كتجيني باسلة انكم تبقاوه من بعد ما تشربت تبقاوك تعسلوها فوق من البوطة مع ديك الزبدة ديالا حتى كتتعسل جيدا هنا خليتهم انا احضرتهم ليلى من قبل بجاني كل شي ساهل حتىتهم في طبيعة ثلاثة بحالك دا لفيتهم جيدا بالفيلم وليوما او نهار دي التقديم عجبتهم جاوني ساهلين ماشي نهار دي الدياف ولي غادي نكسن صايف فيه كل شي غايجيني سعيب فكل شي حضرتوه من قبل وهذا وليزوين في السرطة هادي انكم كل شي كتوجدوه الليلة من قبل وصفي نهار اللي كي يجو دياف كيكون عندي غير التقديم خليت انا هات زليفات هادو استعملتهم جاوزويني في منظر ديالهم تقدروا استعملوا اي زليفات عندكم غادي نوريكم من بعد كيفاش حطيناهم او راكم شفتوهم في الصورة المصغرة كي نعمرهم هزليفات بالنسبة لي ما كي ياخدو مش واحد كي يكونوا ما بينزوج لانهم كبيرين شي شوية وحنا هادوك شي اللي بقى لناره غادي نحطوه في زوج جيليبول متوسطين غا نحطوهم في الطبلة حتا هما باش اللي بغا يزيد يقدر يزيد منهم هاد الاسراد هاديرة كجي كبيرة كنقدمها بالنسبة اذا جاءوا عنا اثنى عشرة شخص كتكون كافية لطبلة كبيرة تقدروا تقدموا معهم بخي مرات بلديين حتى هما كي يجيوزويني نضيفوا لهم شوية ديالنافع باش تكمل هاديك القليصة المغربية سافيم بعد ما عمرتهم غادي ندوز هنا القرعة المعصلة شوفوا راني بقيت وقف عليها كيفاش وليت بحلمسكا شوف كي كتولي معلكا باش جيكم بدينا ومحمضة ومنكا ندمت صراحة لما لما صيبتش كيلو ونص صيبت غير كيلو واحد لان كل شي دابز عليها اذا سعملتو كيلو ونص اكيد انا غاديدو سكر وغاديدوو في الحامض ثلاثة المعالق كبار غايكونو ايدان ديال الاسل او سكر ثلاثة المعالق ديال الحامض ومعلقها ونص ديال الماء الزهر غاديدو اكيد شو ديالزبدة وشو ديالزيل ما انتم ماراكم عارفين عينكم ميزانكم كالطيبو كالدوقو وكالشوفو هنا يا صافيح تحت هي جاوني هنا غير اربعة ما جاونيش خمسة اذا عمرت خمسة غيجيو صغير ورين وما غيجيش شكل ديالهم متناسق فعمرت غير ربعة بحال هكذا ومن بعد ازين انا غاديدو بشوية يا اما اذا عندكم القرقاء حتى هو كيجيزوين اصلا هاد القرعة هذي مكتوب عليها قرعة جوزي حيث في واحد ما داق خفيف ديال المكسرات اللي هو الباترنات على ما اعتقد بلونغ لقاها هي هذيك حيث في واحد ما داق حتى ديالزبدة فاذا لقيتوا هاد القرعة هذي استعملوا هكيد جبنينة بالسيف فرغتهم صافيق قديتش شو على شكل عشوائي ما تحاولوش انكم تبسطوهم وتقادوهم زيان غير بحالك دا بالمعرقة صغيرة وكن ضيف هذيك اللوز اللي حمرتوش شوية في الفران مية وعشرين درجات قريبة لان اللوز ايفيلي كيكون حساس نخليوه غير شوية كنحركوه في نيس المدة ونخليوه ياخد غير اللون داها بفاتح وزين بحالك دا غير من الوسط خليت هذيك الجناب بغيتو يبقوا بان هذيك اللون البرتقالي بغيتو يجيباين في التبصيل زالوك حتى هو نفس الحاجة حطيتو بحالك دا في الزليفة صغيرين ما تبقى غادي نحطوه في شيبول ونحطوه في جناب ديال الطبلة وهنا هي زيان تبورقة من الباقدونيز دائما زالوك يجي لون ديالو كيدل مصارحة لما تاخدوه زوين شكل غامق كنفتحو بحالك دا بحالك دا بحالة الوريقة من الباقدونيز عندي هنا يلا صارد واجدة البريوات اولين او سيغا حتى همواجدين وجدتهم اذا بغيتو حتابدوهم في المجمد فذيك شو بريدكم هنا كتاخدو صينيا كتحطو فيها كيس بلاستيك اللي كتفتحوه كتحطوه من التحت اكيد فوق من الصينيا مباشرة كنحط طبقة وحدة ديال هادك يا اما بريوات يا اما من سيغا كنفرق ما ببين كل وحدة ووحدة ما يكونوش ملاسقين كندير الطبقة الثانية احتيا نفس الشي كنحطو ورقة او بلاستيك غدائي او اكيس بلاستيك ديال تجميد كنقسمها وكنحطوها بحالك دا كنبقى كنفرق بينهم بورق البلاستيك ومن بعد كنغطي جيدا وكندخلهم للمجمد من بعد ما كيت جمدو فكنحطوهم في كيس بلاستيك وتحتافظو بهم في المجمد المدة اللي بغيتوها انا غدي نستعمل لهم دابو مباشرة وبالنسبة الوصفات المملحات فغادي نزلهم لكم اه بعد غدا ان شاء الله في فيديو خاص هكدا يبقوا عندكم تحتاجوهم الرمضان او اي حاجة وما يجيش الفيديو طويل بزاف دائما منيكي طوال الفيديو ما كان نبقوا عاقلين على احتى حاجة اه في بزاف ديال المعلومات فما كان نبقوا عاقلين من الاحساء ان نحطو لكم في فيديو خاص ترجعوا لوقتي ما بغيتو وهنا سخن زيت تكون متوسطة نخلي واحدة تسخن جيدا ومن بعد كن بدن نقلي اكيد غن نقليهم جاي عندي الديع فنحطوش حاجة ليزوينا منيك ندخلهم من الفرن كي يجيو حالتهم كي يجيو يابسين قاعدك العذب اللي تعدبناه كي يضيع خصوصا انا الحشوات كي يحمقوه جوزويني بسف غدي يعجبوكم متأكدة ومن المطبخ المغربي الاصيل غدي نحلي بحلاك ده البريوات ديالي حتي ياخدوا احد اللون ذهبي غدي من بعد نشرح ل لكم كيف تحصلوا على لون ذهبي اذا بقيتوا عاقلين على ايشهر دي الزيت كنا كنتفرجوا في ايش حالة دي دي العافية اكتري كان كيدوز في رمضان ودائما كان كي شهيني هادا كل اللون اللي كي يبينو فيه البريوات كي او الفخيط كي يحطون بوحد اللون كي يحمق ومن في الاخير عرفت كيفاش نحصل على هادا كل اللون ان شاء الله نشرح لكم كل شي في حلقة المقبلة هنا يا صافيق ليس هادوك البريوات هادا هو اللوين ديالهم كيف ما كتشوفو اللون موحد وزوين بسف واحد القرمشاء والبنة ما نعود لكم مش لينام او سيقار نفس الحاجة احتها هو نفس الطريقة غادي نحطهم يتقلها وحتها هما ومن بعد غادي نصفيهم تشوفو اللون ديالهم اخده واحد اللون ذهبي ما نخليهم يحتي تحمروا بزف كان في غيفيه بحلقة ده تشوفو الوين ذهبي صافيق نزولهم كان حاول ان نصفيهم جيدا في الزيت هناك راح تتوا حد شبيكة باش ما كي عرقوش لي وحتيت فوق منها البابي ديال المطبخ يكون شوية غليد حتيجو جل ورقات وصافيق نصفي فوق منه حاولو تخليهم واحد خمسة ديال دقائق قبل من تقديم هكذا ما تحطهم مش طايبين للناس كي يجو كي يحرقوا في الفم سافيق يكون هادو الشكل ديالهم راجعو غامقين على شو كي يجعو بحلون ديال البريوات غينى الاضاءة كنت ناقصة حطيت هنا واحد تبصيل باش يعلي لي او جيني هذيك لحطة زوينة حطيت التبصيل الوسط مدهك فور صغير حطيت البريوات بحلقة ده الشكل اللي كتشوفوه بحش ميشا ومن بعد غادي نبن نعكس غادي نحطيت هذوك طبقات الثالثة نفس الشي عاكس الاولى باش كي تجيني هذيك المريضر زوين كي يجو البريوات كي نعطيهم ديك لفالو يجيلهم ما كي يجوش غلاكك محطوطين كنكمل الاشكليش ميشا بحل كده غادي نحط من بعد واحد الوحيدة الوسط باش تعلليليه وهنا احطيت البسيط الصغيرة باش يجيني شكي يزوين من بعد هذوك الفراغات اللي كتشوفو حطيت فيهم وريقة من البقدونيس خليتها حتى الاخر دقيقة باش ميدبلش لي هذيك البقدونيس بالنسبة اللي سي فاخدت هذي الوريقات هذو وراهم رخاصين ومتوفرين كي تبعوا عند الناس اللي كتبها الاشياء الخاصة بالحلويات خديت خيط من الرافية وغادي نعقد بحل كده غير عقيدة وحدة عقدة ما يتعدوش الناس من يكونوا كي يحلوهم هذا غير التزيين وكي شربتها شي شوية دا كان بقى شي دام ولا شي حارة كي يجونا شفين وكي يجوزوينين في التقديم سافي سالينا التقديم الاخير خديت تفصيل كبير بحل كده ناوبت هذوك السلطات وحطت هذوك اللينين في الوسط بحلقة دا على شكيل حطوهم بحلقة دا وحيدة فوق من وحيدة كي يجو شكيل دا رمزوين وهذوك اللي في جنيبات حطيتهم بحل الجبيل هنا حطيت شوية من أوراق الخاص غير الأوراق الخارجية الخاص اللي استعملت هنا هو الباطافيا كي يكون ناشف وكي يجوزوين التزيين حطيته بحلقة دا في ذلك الصحن وغادي نحط منهم الصحن اللي عمرنا به البريوات وذيك البسيطة اللي كانت في الوسط وسافي كي يكون هذا هو الشكل النهائي وهنا غادي نذكركم بتحلية اللي كنت قدمت لكم جوهرة اللي حطيناها بوحد شكيل مبتكر حتى هو وزوين بزف اللي جي عندي صراحة كي يحماق عليها أنا غتنمت الفرصة بأننا نقدمنا اليوم صارة مغربية مبتكرة فحطيت لكم حتى هذه فكرتكم بها بصيلة دا جوهرة بطريقة مبتكرة كتجيب حلقة دا كل واحد كي ياخد وحيدة دياله وأكيد كتجي زوينة بزف لف الشكل لف المداق وكتكون هديني هاي الحلقة كنتمنى أنها تكون عجباتكم إلى الحلقة المقبلة إن شاء الله اشتركوا في القناة